من ناحية أخرى بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع وزيرات الموارد المائية والسدود والكارباء في جنوب السودان سبل دفع علاقات التعاون بين مصر وجنوب السودان في مختلف المجالات واخلال اللقاء أكد المهندس محلب على دعم مصر لجهود التنمية في جنوب السودان مشددا على أهمية تفعيل ما يتم الاتفاق عليه في إطار العلاقات الثنائية على أن تتعدد مجالات التعاون لتشمل ليس فقط مجال الري ولكن أيضا الكهرباء والصحة والنقل والتشييد